موضوع تاني يمكن تم إثارته في الساعات الأخيرة أو الدائل الأخيرة قبل بداية الحلقة وجات لرسال كتيرة نتيجة أن البعض كتب على السوشيال ميديا أن الاتحاد الإفريقي بدءا من مباراة الغد في دوري أبطال إفريقيا منح للفرق الحق أن هي تنشر أو تضع إعلاناتها على تي شيرت الفريق في مباراة دوري الأبطال كنا عارفين قبل كده أن ما كانش مسموح أنك تخط راعي بيتعارض مع رعاة الاتحاد الإفريقي كان شرط أساسي أنك ما تخطش راعي يتعارض مع رعاة الاتحاد الإفريقي طبعا إحنا هنا مش هنتكلم كده كلام في الهواء لازم يكون معنا مستند ده حقيقي فعلا يا جماعة الاتحاد الإفريقي في الليحة السنة دي وضع شروط جديدة وكان حاطت ديدلاين قدامكم على شاشة هو 14 نوفمبر كل نادي يحط الإعلانات بتاعته وهو بحد أقصى اتنين إعلان فقط واحد على صدر التي شيرت والتاني في خلف التي شيرت على الضار بس بشرط أنك تبعث الإعلانات دي أو الاتنين إعلان دول قبل يوم الديدلاين 14 نوفمبر وبالتالي عندك إعلان قدام وممكن تخط إعلان وراء وما فيش مشكلة حتى لو في إعلانات منها بتتعارض مع رعاة الكاف خلاص الكاف سمح للأندية بس بشرط طبعا أن الإعلانات دي تكون موجودة في البطولة المحلية ما تبقاش موجودة بس في البطولة الإفريقية يعني من الشروط الأساسية لقدامكم احنا بنرد معاكم الخطابات والتفاصيل اللي الاتحاد الإفريقي شرحها للأندية وعلى فكرة ده الجزء اللي أنا كنت اتكلمت فيه من حوالي 10 أيام إسبوعين لما قلت لكم العقوبات المغلزة في حال مخالفة الحقوق التسويقية مع الاتحاد الإفريقي فكان من ضمن البلد النهاردة لما النازل قيتها بتسألني فالطلوب آه يا جماعة الموضوع حقيقي فعلا ودلوقتي أي نادي في دور الأبطال أو الكونفيدرالية ليلحق أن يحط اتنين إعلان على صدر التيشرت أو في ظهر التيشرت ولكن كان يجب أن يتم اختار الكاف قبل الموعد الديدلاين يوم 14 نوفمبر حتى شكل الإعلان نفسه بمساحة محددة حوالي 20 سنتي ويلايحة فيها تفاصيل وموضوعات كتيرة جدا ولكن أكيد مش هنشغلكم بقى بالتفاصيل الإدارية في مثل هذه الملفات لكن أسئلة كتيرة الناس بتسألنا إن شاء الله متاح تقدر كمان فيما بعد تكسب بقى من خلال الإعلانات دي في المسابقات القرية مع المحلية لو بتعرض ده في الإعلانات بس في المستوى المحلي لا تقدر تساوى ده على المستوى الإفريقي فيما بعد ويمكن ده لسه أمر بيتخذ فيه قرار في الأيام اللي فاتت والجواب ده يمكن اتبعت من أيام قليلة لو كانت ديدلاين 14 نوفمبر